صباح الخير لمدة كام يوم كان عندي حمودة في معدتي وقلق وتعبانة كده وعدين افتكرت ان احنا عندنا عقل في بطننا عارفين ان اكبر تجمع للخلايا العصبية بعد مخنا في جهازنا الهضمي فاي حاجة بنحس تجاهها بالقلق بالخوف اي سترس اي حاجة بتبانى قوي 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 على جهازنا الهضمي الناس اللي عندها قرحة في المعدة الناس اللي عندها حمودة على طول وارتجاع في المعدة لو ما فيش سبب عضوي صريح عادة بيبقى السبب نفسي وسترس ومن اشهر الحاجات مثلا المرارة كان خالي دايما يقول اه مرارتي السبب ان انا بيتقدي كده فلما تحسوا بتعب في جهازكم الهضمي القولون العصبي مثلا تخيلوا مرة كده اسم القولون العصبي يعني كل ما نتعصب كل ما نتدايق كل ما قولون يتعب فمش هطول عليكم في الموضوع ده وانا هكلمكم داني بعد شوية لان عايزة اكلمكم على الكتاب اللي انا خلصته طلعت معلومات حلوة قوي قوي منه قعد تكتب نوتس قد كده فعايزة اكلمكم عنه فاشوفكم بعد شوية هنروح نشوف حالنا ونزبط المسئوليات اللي احنا مسئولين عنها ويمكن في وسط النهار اقابلكم واكلمكم عن الكتاب فانتظروني موسيقى ازايكم خلاص خلصت المشاوير اللي كانت ورايا وخلصت الشغل اللي كان مفروض اعمله النهاردة وححاول ان اكمل باقي اليوم ان انا اخلص الشابتر السابع الفصل السابع في الكتاب وانا بقول لكم عشان بكرة الصفحة اكون مسئولة ان انا اقول لكم انا عملت ايه وخلصت قد ايه منه يعني عشان تتابعوني كده وتنحرروني عشان اخلصه في المعادة ان شاء الله دلوقتي انا حابة اكلمكم على الكتاب اللي انا انتهيت من قرائته بعالي يومين بخلص كنت ابتديت في اول كم صفحة من فترة وبعد كده قررت ان انا لا اخلص الكتاب ده فهو اسمه وبيتكلم اللي كتبا جويس ماير هي زي ما قلت لكم في فيديو من الفيديوهات ان هي من خلفية كنسية يعني اسيسة الكتاب كتبا من واقع تجربتها هي وكتبا عن الناس اللي هي دايما بتحب تردي الاخرين ومش عيب ان احنا نحاول ان احنا نردي الاخرين وان احنا نسعدهم لكن لما يتحول الموضوع لادمان وان احنا يعني نيجي على نفسنا كتير قوي احيانا نصل الى ان احنا نظلم نفسنا ساعتها بيبقى فيه مشكلة وبيبقى فيه لازم يبقى فيه وقفة وانحاول نصحح كلمة فكس معناها جرعة زي ما الشخص كده يبقى مدمن لحاجة معينة وعايز الجرعة لانه مش قادر يتحمل الحياة بدون هذا الشيء اللي هو مدمنه فكأن الواحد مستني جرعة الموافقة من الاخرين او رضى الاخرين عشان يقدر يستمر في الحياة انا كتبت حاجات كتير قوي وهحاجل اللخصها لكم بسرعة لان الكتاب فعلا حلو قوي وطبعا بتتخللوا ايات من الانجيل والحاجات دي لكن انا متعودة ان انا اقرأ الحاجات دي بموضوعية وبحيادية زي ما قلتلكم الحكمة ضلت المؤمن اينما وجدها غني مها فانا دايما بدور على الحكمة من اي ديانة من اي ثقافة في حاجات كتير قوي كتب بوزية وكتب اخرى وانا بقرأ الحاجات دي بوعي ومعرفة لما هو حلال وما هو حرام وما هو مقبول وما هو غير مقبول وبركز على المفاهيم العامة لان بصراحة في نقص شديد جدا جدا في ثقافتنا في الشرق اوسطية في حاجات معينة فعايز اقول لكم بقى الكتاب بيتكلم على ادمان الموافقة ان احنا نكون دائما نسعى لارضاء الاخرين ونيه للموافقتهم وده احيانا بيعلم اللي حوالينا ان هم كمان يدمنوا السيطرة علينا وعلى افعلنا انا بتكلم على الحالات الاكستريم يعني واحدة ما تجيش تقولي يعني انا ما رضيش جوزي لا طبعا نرضي جوزنا اجوازتنا ونرضي اباهتنا وامهتنا ونرضي مقدرعنا ولكن يعني ناخد بالنا ان الموضوع ما يتحولش ان احنا نيجي على نفسنا وان احنا يعني ند من التضحية في الكتاب بتتكلم على عقدة شهيد الواجب في ناس كتير قوي 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 بتعمل حاجات وبتدمن هذه التضحية مع ان احيانا هي مش مجبرة على هذه التضحية وانا لو فكرت كان ممكن تحل المشكلة بدون محد يضحي عشان كده انا بحب الكمبرميز اكتر من الساكرفايس ايه الفرق بينهم الكمبرميز ان احنا بنصل لحل وسط مفيش حد غالب والتاني مغلوب مفيش انسان في العلاقة دي غالب ومغلوب مفيش طرف من اطراف العلاقة بياخد كل اللي هو عايزه مية في المية والطرف التاني بياخد زيرو بياخد صفر في المية التضحية معناها ان واحد تخلى عن حاجة معينة وصاد حاجة معينة وصاد حاجة تانية التضحية كويسة لو احنا متقبلنا لكن التضحية مش كويسة لو هتفضل شوكة تنغص علينا حياتنا فاول حاجة بتتكلم على ان احنا نتقبل انفسنا ليه احنا بنود من ارضاء الاخرين او بنود من احساس ان ده بيحبني وده موافق علي وده قابلني وبنحاول نسعى لده اكتر من مرة لان احنا فيه مشكلة داخلية فينا فلازم نبتدي نتقبل انفسنا الاول واول حاجة تخلينا نتقبل انفسنا ان احنا نعرف ان ربنا بيحبنا حتى لو احنا عصاء حتى لو احنا اخطأنا حتى لو احنا عملنا اي حاجة ربنا بيحبنا ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادمين مش عشان يعزبهم ربنا خلق البني ادمين بني ادم عشان يعبدوه فاحنا من الاول كده ربنا بيحبنا وبيبتلينا ببعض الامور والابتلاءات بتختلف من شخص لشخص وقدرها بيختلف من ابتلاء لاخر ونوايتها بتختلف من ابتلاء لاخر لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا فدي مفروغ بنا الحاجة التانية ان احنا بنود من ارضاء الاخرين لما ما نبقاش مؤمنين بانفسنا لما يبقى ايماننا في نفسنا متزعزع انا مش عارف هو انا كويس ولا وحش فرضى الاخرين عني او قبول الاخرين عني بيبقى التأكيد اللي انا محتاجه عشان اعرف هل انا كويس ولا وحش فا ادمان الموافقة فخ بنقع فيه ان احنا عشان نحس احساس كويس عن نفسنا لازم نحس ان احنا عاجبين الاخرين وده وده طبعا ما بيحصلش وهتكلم عنه فنهدى لان لو قيمنا كده حياتنا ولاقينا ان احنا ما بنعملش حاجة حرام ولا حاجة غلط ولا حاجة عيب فخلاص نهدى بقى ربنا سبحانه وتعالى شايف ومطلع بس اهم حاجة ان احنا نكون عاملين اللي علينا والبني ادم له قدر عظيم واحنا بني ادم فافتكروا كده قصة سجود ابليس معروفة جدا في كل الديانات وفي قصص مشابهة في ديانات تانية يعني مثلا قدماء اللي هم الهنود الحمر عندهم قصص للخليقة شبيهة شوية بالحاجات اللي عندنا لكن طبعا بطرق تانية وبشكل تاني ولكن مفادها ان البني ادم ده له قدر عظيم وان كل الامور اللي في حياتنا بتنبع من مصدر واحد هو عقلنا اللي بيتصوروا عقلنا هو اللي بيخلقوا في الواقع لو تصورت ان ان منتهى املي هو ان انا ارضي هذا الشخص هسعى طول حياتي ان انا ارضي هذا الشخص ولو ما حصلتش على هذا الرضا هتطر ان انا اعمل حاجة انا مش عايزها او اعمل حاجة انا مش قابلها او ااجي على نفسي عشان افضل ارضي هذا الشخص الحاجة التانية المهمة جدا الرسالة التانية اللي شفتها في الكتاب ان الخطأ من نواميس الحياة يعني ان احنا نغلط ده الشيء الطبيعي ربنا سبحانه وتعالى لو كان عايز يخلقنا ان احنا ما نغلطش كان خلقنا ملايكة لان الملايكة ما بيفكروش ما بيقولوش مين ما بيقولوش مال اللي بيتعلهم بيعملوا بحزافيره لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الارادة خلق لنا العقل خلق لنا القدرة على اتخاذ القرار خلق لنا الغريزة وما هو اكبر من الغريزة يعني تلاقي القطط والكلاب والحيوانات والنحل والطيور والحاجات دي كلها كل الحاجات اللي بتمشيها في الدنيا نبع من غريزة هذا الكائن احنا عندنا غريزة عندنا حاجات تقع تحت الغريزة زي مثلا حب الام لأولادها أو حب الأب لأولاده لكن في حاجات نبع من اختياراتنا ف مدام عندنا القدرة على اتخاذ القرار لازم يكون فيه خطأ وصواب لازم حتيجي لحظات اننا هعمل حاجة غلط لازم حتيجي لحظة من لحظات اننا اضعف اننا اغلط فده شيء طبيعي فنتقبله في نفسنا لان ما فيش بني آدم ما بيغلطش وده يرجعنا تاني للثقة بالنفس اننا لو واثق من نفسي لو انا واثقة من نفسي هغلط هعمل حاجتين دي انا خدتها يمكن من ادارة الجودة بنعمل corrective action وبنعمل preventive action بنعمل corrective action ان احنا بنصحح الخطأ سي خدنا حاجة مش مفروض ناخدها بنرجعها خدنا قرار غلط بناخد عكسه فcorrective يعني بنصحح الخطأ الاهم الاهم بقى هو الـ preventive action هو ان احنا ناخد اجراء يمنع تكرار الخطأ في المستقبل ان انا ما غلطش نفس الغلطة تاني فاكرين يوم ما كلمتكم على المؤمن كيس قطن المؤمن كيس فطن انه لا يلدغ من جحر مرتين يعني ما بيقعش في نفس الغلطة مرتين ليه لانه عمل اجراء احترازي ان الخطأ ده ما يتكررش سبيل المثال الناس اللي بتسافر كتير عارفين انهم محتاجين يجهزوا حاجات معينة للسفر لو انا جهزت الشنطة بتاعتي وروحت المكان اللي انا رايحة وطلع ان انا نسي حاجة هصلح الامر ده وان انا هروح اشتريها خلص صلحت الغلط الـ preventive action بقى هو زي امتع تكرار الغلط ده ان انا عندي لستة بحط فيها الحاجات اللي انا محتاجة اخدها كل مرة ازافر بضيف هذا الشيء لللستة بتاعتي يبقى كل مرة بجهز شنطتي ببص في اللستة بتاعتي وباخد كل الحاجات اللي فيها كده منعت ان انا انسى اي حاجة مهمة مفروض اعملها فده مهم خالص ان احنا نعرف ان الخطأ من نواميس الحياة واحنا كبني قدمين لازم نغلط نصح خلطنا ونمنح حدوثه في المستقبل ومهمة اوي نعرف ان احنا تفكيرنا اللي بيحدد حياتنا انت ما تؤمن به حياتك هي اللي بيصناها تفكيرك فلما نفكر صح هنتكلم صح وهنتصرف صح لما نفكر صح ونحدد اولوياتنا ونعرف اهدفنا ونفهم احنا عايزين ايه من دنيتنا حنتكلم الكلام اللي يعبر عنده صح وناخد الخطوات الايجابية في حياتنا ان احنا نصل للي احنا عايزين نوصله ولما نتكلم صح هنعرف كل اللي في محيط حياتنا على ايه اللي احنا عايزين نحققه مهم جدا كمان ان احنا لما نغلط نغفر لنفسنا احيانا بنعمل غلطات وغلطات كبيرة اوي 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 لو فضلنا فريسة لتقنيب الضمير هندخل في دايرة جهنمية من القنوط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وده ممكن يدفعنا لحاجات وحشة اوي زي الناس اللي بتنتحر زي اللي الناس اللي هي بتاخد السكة الشمال خالص طب مع اصلنا وحش 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 فقدت السقة في نفسي مش قادر اغفر لنفسي خليني بقى بقى مجرم بقى ما خلاص انا لبست في هذا المصير مهم كمان اوي ان احنا كمان نغفر للاخرين ويمكن دي مش كل الناس تقدر عليها انا فيه ناس معينة في حياتي الازى اللي تعرضت له منهم كبير اوي 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 ممكن ياخد سنين عشان يخف فهي عملية مش سهلة وعملية تحتاج مجاهدة كبيرة اوي لكن لازم نعمل عشان نرتاح من جوانا كمان هيزود ثقات في نفسنا وما نبقاش مدمنين لردى الاخرين لان احنا مش محتاجين نثبت لهم حاجة كل شوية شوفوني شوفوني انا كويسة شوفوني شوفوني انا نجحة شوفوني شوفوني انا مش عارف ايه ان احنا نفهم يا طرق ايه اللي احنا اتخلقنا له ونعرف ايه الاعمال اللي بتساعدنا ايه الحاجات اللي بنحبها على سبيل المثال انا ما بستمتعش بالطبخ فلما بقعدة في المجتمع من الستات اللي بيتباهوا بانه هم بيتبخوا حلوة قوي 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 ببقى سعيدة بيهم دي بتعمل مش عارف ايه دي بتطبخ ايه دي بتسوي ايه انا بالنسبالي عشان انا عارفة انا بحب ايه وما بحبش ايه وايه اللي انا مستعدة ان انا اقضي حياتي ان انا اعمله وايه اللي انا مش فارق بالنسبالي اه مش فارق بالعكس سعيدة يلا هتعزموني على اكلة محشي كويس جميل حلو قوي فنعرف ايه اللي احنا بنحبه خلقناله ونعمله لان لما نعمله هنزود ثقاتنا في نفسنا وده يفكرني بصديقة بعاتتلي وبتقول لي ان فيه دايما مقارنة بينها وبين مرات اخو جزها اه ان مرات اخو جزها اشتر وانها بتعرف تعمل حاجات احسن لدرجة انها شطرة في السباكة وتصليح حاجات في بيتها وهي مش عارفة تعمل ايه كانت نصيحتي لها ان هذه السيدة اول حاجة ان احنا ما نحقتش عليها وما نتضيقش منها والله هو ربنا سبحانه وتعالى ادها موهبة معينة وهي مستغلة هذه الموهبة خلاص فاحنا نفكر بقى ايه يا تر اللي بيميزنا سيه مثلا هذه السيدة اللي شطرة في انها تشتغل بيديها وتصلح وشطرة في السباكة والحاجات دي انا ابقى شطرة في الطبخ مثلا او ابقى شطرة في اشغال الابرة او اي حاجة تانية او اي هواية تانية ابقى متميزة وابتدي اخلق سمعتي الحلوة في هذه الحتة الصغيرة بعيدا مش كل ما شوف حد نجح في حاجة اقلد واعمل زيه بنقى احيانا في فخ ان احنا نعجب بشخص فنبقى عايزين نلبس زيه ونتكلم زيه ونقلد ونشتغل نفس الشغلان اللي هو اشتغلها وكذا 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 من ضمن الحاجات مثلا انا درست في الجامعة انا محبتش التدريس في الجامعة بالعكس كان كان وحش قوي 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 على حالتي النفسية استمتعت بالترمات الاولانية لما كانت المادة اللي انا بدرسها لسه fresh ولسه جديدة من تكرار المادة مرة في مرة في مرة محبتش ده لكن مثلا حبيت الريسيرش حبيت ان انا اعمل ابحاث حبيت ان انا ادور على معلومات جديدة حبيت ان انا اخد المعلومات القديمة وابني عليها استنتاجات جديدة ده انا حبيته حل زملتي او زميلي اللي هم مدرسين في الجامعة شطرين قوي السادزة في الجامعة شطرين قوي لأ لان انا باحثة شطرة قوي عملت لنفسي سمعة مختلفة تماما عن السمعة بتاعتهم فالفشل في شيء لا يعني ان انا فاشل الفشل مثلا بندرس خمس ست مواد الفشل في مادة معينة منهم لا يعني ان انا انسانة فشلة عشان كده لازم نعرف ايه اللي بنحبه وهو ده اللي نركز عليه وده خلينا دايما نتحر الصح والصدق هل اللي انا بعمله ده صح ولا مش صح لو صح خلاص ما اسعاش لقبول الاخرين لرضاهم لان الناس تقول لي هي برافو بتعملي صح احنا لسه احنا مش اطفال خلاص احنا عدينا المرحلة ده ودايما الخطأ بيكون في الماضي لو انا غلطت مبارح فخلاص مبارح ده ماضي لو انا غلطت من عشر سنين بردو ده ماضي لو انا غلطت من نص ساعة قبل ما بتدي الفيديو ده برضو بقى ماضي فالخطأ ماضي مدام الخطأ مش في الحاضر ولا هيأثر على المستقبل انسى اسامح نفسي اموفان ولو في ايدي ان انا اصحه اصحه لو مش في ايدي خلاص واهم حاجة ان انا امنع تكراره بعد كده ده المهم ولازم نفضل نحاول سي مثلا فيه جروب من الناس عشان اعجبهم ودي ممكن بنشوفها في تجمعات الستات وتجمعات الاصحاب تلاقي شلة مثلا كلهم بيشربوا سجاير معدى واحد ايه يا عم انت ما بتشربش سجاير ليه اشرب سجاير اشرب سجاير اشرب سجاير ونلاقي هذا الشخص مع انه عادته معهم اصلا هو مدخن سلبي اضطر ان هو يشرب سجاير عشان محدش يقول عليه ان هو مش راجل عشان محدش كل شوية يقول له اه اصلا انت بتخاف من باباك عشان محدش يقول له مش عارف ايه عشان يرضيهم عشان يتقبلوه ويبقى جزء من شلتهم بتحصل برضو في شلة للبنات سي مثلا بنات بيتكلموا عن مواضيع معينة عن حاجات معينة عشان ابقى جزء من هذه الشلة لازم اعمل هم بيعملوه وده بيوقع بنات كتيرة في الفخوخ ما كانش ليها لازم نفس الحكاية بالنسبة للستات تجمع الستات عشان الجروب دي تتقبلني واحدة منهم لازم اتكلم زيهم لازم اوافق على اللي هما بيوافقوا عليه لازم اعمل زيهم ولو ما عملتش زيهم حيلفظوني اللفظ هنا مش معناها الكلمة اللفظ بمعنات هتفوني زي مثلا سيدنا يونس لما ابتلعه الحوت فلفظوا طردوا فخلاص طردوا من من فهيلفظوني فبنخاف بقى من الوحدة ايه ده 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 انا مش هيبقى عندي سحاب ايه ده 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 انا حبقى وحيدة ايه ده 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 محدش هيبقى هيصحبني لا الحاجة الحاجات اللي ترضيهم ولا بقول الكلام اللي يرضيهم ما بقى ليه يا شلة تانية برضو من النوت اللي انا حطتها ليه دايما في الناس اللي هي المدمنة ارضاء الاخرين ليه بيبقى عندها هذا التوق الشديد لحب الاخرين ورضاهم ونحس ايه اه لا برافو عليك لا شفتي اكلتك هيلة لا شفتي لبسك رائع لا شفتي الكلام اللي بتقوليه صح لان احنا ما بنحبش نفسنا احنا لو حبينا نفسنا لو حبينا منظرنا في المراية مش حنستنى ان الناس تقولنا الله انت امورة وحلو لو حبينا الكلام اللي احنا بنقوله مش حننتظر ان الناس تقولنا اوه برافو دي بتتكلم كلام كويس هحاول استرجع افكاري اه اعتقد ان انا وصلت الحب نفسك قبل ما تطلب الحب من الاخرين لان احنا لما بنحب نفسنا مش محتاجين حد يؤكد لنا ان احنا جديرين بالحب احنا عارفين من جوانا ان احنا جديرين بالحب وحب النفس هنا قررت اكتر من مرة انا مابتكلمش على الانانية انا مابتكلمش على الحب المرضي اللي هو بيدفعنا ان احنا نستحوز على كل حاجة لانفسنا مش هو ده اللي انا بتكلم عنه اللي انا بتكلم عنه ان احنا نتقبل نفسنا ونفتكد ده ربنا بيحبنا نقوم احنا منحبش نفسنا فلما نحب نفسنا حنبقى خلاص بقى مش طول النهار بنسعى لحب الآخرين حييجي تلقائي لما احنا نبقى كويسين وجديرين بحب الآخرين هيحبونا تلقائي استمتع بحياتك دي مهمة قوي من زمان قوي بطلت اعمل اي حاجة ما تدينيش متعة كاملة يعني كان فيه جروب من الاصدقاء من الصديقات كنت كل ما روح يمكن استمتع شوية باللمة وبعد ما يخلص هذا اللقاء وانا لسه حتى في الطريق مرواحة البيت ابقى زعلانة قوي من نفسي على الكلام اللي تقال والناس اللي تكلموا عنهم واللي انا شاركت في هذا الكلام عليهم كمان يعني مجرد الصمت معناه ان انا شاركت في الكلام معاهم احيانا نتطرق لموضوعات ما حبش ان احنا نتكلم عنها احيانا يبقى فيه مثلا حد بينصح حد نصيحة تودي في ستين دهية وابا انا محرجة وسكتة ومش عايز اتكلم ليه؟ عشان ما يرفضونيش عشان ما يطردونيش من الشيء اللي دي فانا في نهاية الامر انا مش مستمتعة لان الزيارة التجمع اللي انا كنت بعمله معاهم مرة كل اسبوعين ولا كل شهر كنت باعدة انب نفسي عليه الفترة اللي بعدها لمجرد ان انا يكون لي اصحاب يعزموني عندهم ونتجمع سوا ويتصلوا بيا بالتليفون والكلام ده كله فما تعملش حاجة ما بتستمتعش بيها ما تعملش حاجة ما بتحبهش ودي في كل حاجة بقى فيه نقطة لسه انا قارتها الاب او الام بيقولوا اولادهم انت سيبت الحصة بتاعت المس ليه فالولد رد عليهم بيقولوا مش انتوا كل شوية تقولولي اعمل اللي انت بتحبه اعمل اللي انت بتحبه فعملت اللي انا بحبه ما حضرتش الحصة مش هو ده اللي بتكلم عنه فيه حاجات لازم مفروض ان احنا نعملها حتى لو احنا ما بنحبهش تاني لمثال الطبخ لازم اطبخ لعيلتي والقسرتي والنفسي عشان ناكل عشان نتغذب مع اننا ان ده مش من اولوياتي مش من الحاجات اللي انا بستمتع بيها مش هو ده اللي انا بتكلم عنه ولكن لو حد طلب مننا حاجة احنا مش عايزين نعملها لان احنا ما بنستمتعش بهذا الامر وانا مش مجبرة ان انا اعمله خلاص ما نعملوش مش مشكلة وندور على بدائل وده يدخلني بقى في النقطة اللي بعد كده هي ان احنا احيانا ما بنرداش نطلب بالمساعدة من الاخرين لاننا بنفتكر ان احنا لو طلبنا المساعدة معناه ان احنا فشلين مع ان اكتر حاجة على فكرة بتربط الناس ببعض ان احنا نساعد بعض بس نساعد بعض بالحاجات اللي نقدر عليها كان فيه صديقة من الصديقات كنا بنتبادل المنفع مع بعض انا بعمل حاجات معينة وبعرف اعمل حاجات معينة وهي بتعمل حاجات تانية فكنا بنتبادل هذه الخدمات مش شرط انها تكون خدمات تقليدية ممكن تكون خدمات غريبة كده ان انا كنت بشرح لها حاجات معينة وهي كانت بتعملي حاجات تانية وبرضو بنتبادل الخبرات لو مثلا ست بيت في علاقتها مع جوزها عشان تدير البيت وعشان يبقى البيت كويس هي مش قادرة تعمل زي قريبتها او زي جارتها او زي اي حد تاني تقف وتقوله انا مش قادرة اعمل الحاجات دي فانا محتاجة مساعدة انا محتاجة دعم في هذه الامور فلما لما نقيم نفسنا ونقيم قدراتنا ونعرف ايه اللي بنعرف نعمله ايه اللي ما بنعرفش نعمله مش حنيجي قوي على نفسنا حعمل اللي انا اقدر عمله واللي انا مقدرش عمله يا اما حسيبه خالص يا اما حطلب مساعدة الاخرين فيه من ضمن الحاجات برضو اللي عجبتني في الكتاب ان هي قالت دايما نكون في النور لو حد طلب منك حاجة تعملها وهذا الامر يستدعي انه يتعامل في الخفاء ما تعملوش دايما نخليك في النور ربنا سبحانه وتعالى نور السماوات والارض مثلوا نوري كمشكات فيها مصباح تخيلوا كده المشكة هي الازازة والمصباح جواها النور مصدره من جواها قد ايه الازازة دي منيرة من جوا فربنا سبحانه وتعالى نور فاي حاجة بتتعمل في الضلمة معناها انها حاجة غلط معناها انها حاجة وحشة معناها انها حاجة مش مقبولة فمنجيش على نفسنا ونرضي الاخرين على حساب ان احنا نبقى في الضلمة ماينفعش اخر حاجة لا والله في كزا حاجة يعني بس الفيديو بقى طويل بس انا هكمل مهم جدا ان احنا نعرف ان احنا مش هنقدر نرضي الاخرين مش هينفع نصاحب كل الناس مش هينفع كل الناس يتقبلونا مش هينفع كل الناس يبقوا راضيين عننا فما ماينفعش لو احنا في مجتمع دراسة وفي مجتمع شغل ان احنا نبقى محبوبين من كل الناس حتى اكتر الناس اللي كانت محبوبة لما انا دلوقتي بفكر في الناس زي جدتي زي جزع عمتي زي ناس معينة رحمة الله عليهم ما كانوش كل الناس بيحبوهم على فكرة فيه اجماع عليهم فيه اغلبية بتقول عليهم ان هم كويسين لكن اكيد كان فيه واحد ولا واحدة ولا حد بيحبوهمش فحياة جدتي قالتلي على مني قدمة معينة انها ما كانتش بتحبها خالص وكانت بتناصبها لعداء فاذا كان فيه ميت شخص حواليها بيحبوها فيه شخص ما بيحبهاش عادي جزع عمتي مرة كلمني على شخص في حياته هذا الشخص ما كانش بيحبه خالص انا نفسي يعني شوفوا انتو قد ايه فيه منكم متابعين لي وبيحبوني وبيكتبوا لي تعليقات كويسة فيه ناس اول ما تفتح تقول ايه دي مش حباها مش عجبني كلام مش عجبني طريقتها فيه ناس فعلتي مثلا لا 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 ما بنقبلهاش ما بنقبلهاش خالص عادي فمش لازم الكل يحبنا مش لازم نرضي الجميع في نفس الوقت لو اصبنا بحوس ارضاء شخص محدد لازم نقف وقف مع نفسنا اه لان ممكن هذا الشخص ياخد نقطة الضعف دي ويستغل لها اسوأ استغلال ان احنا مدمنين ارضاء شخص معين فهو بقى يدمن السيطرة علينا دي بتبقى مصيبة دي بتبقى مشكلة مش لازم الزوجين يبقى متفقين في كل الاراء 100% مش لازم الستة عشان ترضي جزهة طول الوقت لانه مش ممكن هيكون راضي عنها طول الوقت ولا هي راضي عنها طول الوقت لكن ما ينفعش انه يبقى مش راضي عنها طول الوقت ولا هي مش راضي عنها طول الوقت اي اي يعني تطرف سواء في اليمين او في الشمال شيء مش حلو شيء مش حلو خالص فلازم نقف مع نفسنا ونقف مع هذا الشخص اللي احنا مدمنين ارداؤه ونشوف ايه الحاجات اللي بيطلبها لكن بتيجي علينا ايه الحاجات اللي بيطلبها لكن صعب علينا ونبتدي نتفاوض على صفقة ترضي الطرفين هنا بقى ييجي مبدأ الكمبرمايز حب علي وحب عليك انا ممكن اعمل ده بس اصاد ان انت تعملي ده انا ممكن ما اعملش ده بس اصاد ان انت تمتنع عن ده كده نحطوا حدوط فاصلة والحدوط الفاصلة دي حاجات جميلة قوي دايما يقولك ايه يعني الاسوار القوية بتعمل جيرة كويسة ليه لان ده سوري دي الجنينة بتاعتي ما ينفعش ولادك يجو يلعبوا في الجنينة بتاعتي ويبوزوها او انت تيجي يتوقف في الجنينة بتاعتي من غير اذني لما بيبقى فيه سور قوي وفيه جيت قوية بوابة محدش ينط على ملعبي بغير اذني فلازم نحط الحدود الفاصلة دي انا مثلا واحدة من الناس يمكن فيه خلاف بيني وبين مامتي على الموضوع ده بكره ان حد يجيني بدون اخذ معاد سابق لما بكون في مصر مثلا رايزة اروح ازور اعمامي اذا ابرنا رحمة الله عليهم في فترة من الفترات اقول لهم لو سمحتوا اتصلوا واعرفوهم ان احنا رايحين فبابا يرد علي يقول لي ما عادي احنا بنروح كده من غير ما نتصل ولا بتاع اقول لهم انا مش كده انا ما حبش حد يجيني الا لما يتصل عشان كده مش ممكن اروح لحد الا لما اتصل وقوله ان انا جايها لك ودي ده من تأدب ان انا اخد الازم عشان الناس تبقى مستعدة عشان الناس تكون متهيئة نفسيا لاستقبالي مش فجأة كده اطب عليهم سيه مثلا ما عندهمش حاجة يضيفوني بيها ويحسوا بالاحراج او مش مستعدين انا ما حبش ان حد يجيني على غير غفلة ابسط حاجة انا قعدة دلوقتي برحتي على الكنبة بتاعتي حط اللابتوب بتاعي هنا حط الشاي بتاعي هنا حط كذا حط كذا ممكن الوضع ده يقعد ساعتين تلاتة بالمنظر ده مانيش محتاجة اقومة روى يجي حد على غفلة يبص ايه ده الدنيا مكاكبة وبقى انا محرجة وبقى انا متدايعة فلما نحط حدود فاصلة في العلاقات بنحط توقعات مظبوطة فمنحرقش بقى في نفسنا عشان نرضي التوقعات المبالغ فيها من الاخرين اخر نقطة بقى هكلمكم عنها ان في مواقف تستلزم المواجهة وا احيانا بنفضل نيجي على نفسنا نيجي على نفسنا نيجي على نفسنا لما الموضوع يجبر قوي عارفين القشة اللي قسمت ظهر البعير المثل ده مثل لطيف خالص البعير الحمار او البغل صاحبه قاعد عمال يحط عليه بالات القشة يحط عليه بالات القش كتير بالة اتنين تلات اربعة ولقى قشة واقعة حطها عليه راح البعير يعني بارك في الارض واقع اتقضم دهره هل القشة دي هي القضم الدهر الحمار لأ البلات الكبيرة دي ف ما نستناش لما يتفاقم الموقف وعدي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وسنة واثنين وثلاثة وخمسة مرة زمان قوي قريت مقال كانت دهوني جزي ان انا اقرام كان اسمه يعني الوداع الطويل الوداع في العلاقات ما بيجيش في لحزة الوداع لأ احنا بنبتدي نفترق ونبعد عن بعض والبعد ده ممكن يكون نفسي ان احنا موجودين في نفس الحيز وبنشوف بعض كل يوم ولكن نفسيا حصل بنا وداع من زمان قوي وتبعدت المسافة بنا ف نيجي في لحظة يحصل انفجار خلاص مش قادرين مش قادرين نكمل حضرة الناظر قبل استقلتي من الافلام دي مش وليدة اللحظة دي بيبقى فيه تراكمات ف غلط ان احنا نسيب التراكمات لازم نغسل يعني تخيلوا كده احنا لابسين بلوزة هي جميلة وحلوة انا لابساها النهاردة وقعت نقطة شاي ولا قهوة بكرة لابساها اتوسخت في حاجة بعد ولابساها جي عليها شوي التراب على اخر الاسبوع هتبقى متوسخة قوي والبقع هتفضل موجودة مش هتروح هتبقى permanently stained متبقعة بقعة دايما لكن لو انا لابساها النهاردة وحصل فيها حاجة وانا خدتها على طول غسلتها في ساعتها شلت البقع برضو في العلاقة النهاردة حصل موقف ما لو فودته معناه ان انا ان الامر ده عادي وهو مش عادي هو دايقني غلطة الستات في تعاملها مع الرجالة ان احنا نقعد نلف وندور حوالين المواضيع نلمح نعمل مش عارفة قصة يمكن يحس على دمه قصة يمكن ياخد باله رجالة كتير محتاجة الخط المباشر هو انت مأموصة ملوية يا ستي مأموصة ليه ملوية ليه هو كده كان لازم تعرف لوحدك يعرف لوحده ليه هو عمل حاجة هو شايفها عادي انت مش شايفها عادي كان لازم تقولي له معلش انا دقت جدا جدا على فكرة لما حصل كذا 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 خلاص عارف مرة تانية هيحاولي يجبرك مثلا على ان انت تقبلي هذا الموقف نقف تاني انا قلتلك قبل كده فعلا الموقف ده وبي دايقني وما ينفعش ان انا اتقبله وما ينفعش ان انت تقوله وده حتى بين الاصدقاء وبين الارايب كان فيه حد من قريبه بيهزر بطريقة معينة وانا ما بكوش بحب الطريقة دي خالص على فكرة انا ما بحبش الهزار بالطريقة دي اه انت يصلك حمالية وروحك في مناخيرك وما بتقبليش مش عارف ايه وبتاع اه انا كده فعلا فانا ما بحبش الهزار بالطريقة دي المرة التانية على فكرة حتكون اخر مرة نتقابل فيها لو الموضوع ده موقفش انا بحكي لكم موقف حصل حقيقي فعلا انت لسه كده مع اذا انت لسه ايه انا كده ولو هذا الموقف موقفش انا مش هكون مع هذا الشخص فحيز واحد ابدا بعد كده المرة التالتة لما حصل انا مقبلش هذا الشخص تاني نهائي وتجنبت تجنب تام ان انا وهو يكون في نفس الحيز انا مقبلش الهزار بالشكل ده انا مقبلش الكلام ده انتهى خلاص خلاص وخيصوا على ده في جميع العلاقات مع اولادنا ليه اولادنا بيتمادوا في الغلط ليه اولادنا بيستمروا على السلوك الخاطئ ليه اولادنا فجأة نبقى مطارين ان احنا نضربهم وضرب عنيف وانكسرهم ونعملهم ليه لان احنا ما حطناش حدود فاصلة انت حدودك هنا ده اللي مسمحلك ده مش مسمحلك فمهم جدا جدا ان احنا نضع الحدود الفاصلة ونتبعها بمواجهة اذا التزم اذا استلزم الامر المواجهة ساعتها مش هنبقى مدمنين لموافقة الاخرين مش هيبقى عندنا هذا الشبق واللهفة ان الناس تقول علينا انت كويس انت كويس انت كويس انت كويس انا عارف ان انا كويس عشان انا تصرفاتي كويسة عشان انا بني اعدم كويس بس لازم نكون فعلا كويسين وإلا هنبقى اشخاص نرجسيين انانيين تز فينا وفي اللي خلفونا لو احنا بهذا المنظر ساعتها ما نستحقش ابدا ابدا لا رضى الاخرين ولا حبهم ولا تقبلهم دينا ولا اي حاجة نستحقها لو احنا ما نستحقش دا طولت عليكم بس بصراحة حسيت ان الكتاب حلو قوي قريب هخلص كتاب القلق بصراحة كان كتاب صعب قوي وكبير جدا لكن انا قررت ان انا لأ عايز اخلصه لان فيه كلام كتير قوي 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 حلو جدا زي ما انا استفدت اعتقد ان انتو كمان هتستفيدوا منه عن القلق لا مش جنبي عشان اوريها لكم دلوقتي بقى نريلاكس ونهدى بقى اليوم ونشوف حلنا و اراكم قريبا اشتركوا في القناة